انا هعمل للوقتي اكله حلوه جداً عباره عن ايه عباره عن شوية بتنجان هعمل لهم صاص حلوه قوي بالطماطم ورش عليها شوية جبن ويه كمان هعمل لها صاص حلوه قوي طب تعالوا عايز ايه تلات بتنجانات اوكي هقطعهم نصين زي ما انتو شايفين كده خلاص هحط عليهم ايه هحط عليهم ايه هحط عليهم ايه شوية ملح وفلفل اسود وزيت زاتون وبعدين اعمل لهم صاص عباره عن طماطم ايه متأشرة هحط لها كمان اه معلقة صلصة ويه كمان هحط لها فصوص طوم اوكي وملح وفلفل اسود ويه كمان بعد كده هحط لها بقم شوية جبن اه تشدر موزاريلا ويه كمان ريحان فرش تاني بتنجان هقطعهم صين عايزة طماطم متأشرة علشان اعمل منها صاص عايزة جبنة موزاريلا عايزة فصوص طوم خلاص مسلوقين او غي او ما شويين او من غير خالص هحتاج جبنة تشدر ملح وفلفل اسود وشوية زيت زاتون وريحان فرش طيب انا بعد اه عندي بصوا هنا بعنا اخترت ايه البتنجانية صرحة ويتكون بقى شكلها بيضاوي كده التانية كانت صغيرة لا بصوا دي صرحة كده ازاي بصوا عاملة ازاي صرحة كده اهي خلاص هاروح اطعها من هنا نصين ومش اشيل ايه القشة بتاعتها وعندي صاغ هنا هاروح عاملة في ايه حطاه بصوا بق هاروح عاملة هنا كده اهي واروح ارجعها تاني كده واخدين بالكو تاني اعملها تاني اهي بالسكينة واروح جاية كده اوكي دي بقى لما تتشوي معايا في الفرن هتبقى سهلة جدا ان ايه اهرسها لجوه وطبعا هتتشوي بسرعة قوي اهي دي بحيحبوها جدا بقولك اي حاجة بقى جبن بتشد وبتسيح يا سلام يا سلام خلاص طبعا مختارينو حلو مش مبازر هعمل ايه كل اللي هعمله رشة زيت زيت زيتون حلوة على كل واحدة اه لازم اه اه وطبعا ملح وفلفل اسود عليها كلها ودخلها الفرن تترى معايا وانا بعمل هنا سوس وهعمل لكو بقى حتة شربة برضو شربة بتنجان طحفة ايزا اقول لكو مصدقتش ان دي شربة بتنجان لما دقتها يلا بينا طحفة طيب هعمل هنا لصاص عشان يبقى جاهز معايا وبقى كده قفلت الوصفة معايا طيب عندي هنا ايه شوية زيت زيتون برضو هحط بقى الطماطم هنا متقشرة هروح متديالها ايه تقطيع مكعبات كده على طول اهي بالايد تمام اهي انا عايزة الطماطم هنا تحن كده على بعضها وهعمل منها صاص ولا صاص البيتزا ماشي اهو بزيت زيتون كمان اهي هتحن بقى وروح متديالها هارسة هيبقى عندي صاص خطير هربطه بمعلقة صالصة بس كده وخط كمان معاكم صاص التوم الله بقى خلاص كده ماشي تمام تمام يبقى انا كده بحضر في ايه في الصاص بتاع البتنجان اللي هعمله بالجبنة ادله تقريبا وهدي علي النور ليه انا عايزة عايزة الطماطم دي اللي يحصل لها تحن كده وتتاري لما اعمل كده ها الاقيها ايه نزلت بقى المية بتاعتها وها اتهرست خلاص اه بصوا بقى بقتها هنا فهادي النار عليها بصوا بقى البتنجان هنا عندي لما يتشوي اروح متدياله الهارسة دي كده ودخل اللي تشويه جوه شايفين اهو اهو ما بشلهوش لا انا بحطه كده يبقى عندي اساس اهو اروح عامل ايه بقى الطماطم الحلوة دي اللي هي اتهرست اللي هي استوت بصوا بصوا بقى ما بحط كده الشوكة عليها يجيب حاجة اجمد اهي بصوا هلاقيها ايه خلاص مش مستحملة اهي معايا شايفين اهي سبتها لنار هادي هي بقى ايه استوت الطماطم اقدر اهرسها بعد الوقت زي بش راحة خالص اهي وداتني صص اروح مديالها ايه بس معلقة صلصة كده اربطها بيه بيه خلاص كده والطم كمان بهرسه معايا اهو الطم كمان بهرسه أوه خلاص الطم جان يريه سرقة اروح춰 بقى هنا ليه عندي هنا البتنجان اللي انا شويتوا هرحط عليه ايه بقى الصوص ده بقى اهو كدا اههه صعص خفير بالطماطم هططت علي معلقة سلسل ربطله بيها ستة الطماطم تستوي براحتها مهوم و بعدين اروح رشة رشة ايه الجبن المتينة الحاجة عندي سخنة هيدخلو للفرن تاني هوا 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 هلاقيها ايه ساحت لكن انا خلصت الشوربه بس كده خلاص هدخله عندي الفرن بس جدنسيه يبقى جاهز معيه احط بقى ورق الراحين لما يخرج الله بصوا عامل ازاي بصوا عامل ازاي بصوا عامل ازاي اهو ابدأ بقى دلوقتي ممكن احط له ايه ورق الراحين بتاعي مرضتش احطه هو داخل عشان يبان خضر بيبقى طعمه هحط وحط لا احط اهو بصوا بختار ايه ورقايا صغيرة ايه اريد اقولكو هتعجب الولاد او هتعجبهم جدا يلا بصوا بجبن بقى بصوا اهه موسيقى وسهل قوي وبسيط موسيقى موسيقى موسيقى